بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السابع بعد المئة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد قال الشيخ رحمه الله في الجواب عما قاله أبو الفرج ابن الجوزي في مصنف له ينكر على الحنابلة من أثبت منهم لله الصفات الذاتية كالعين والصورة واليدين والوجه والصفات الفعلية كالنزول والاستوى والعجب وقولهم إن ذلك يحمل على ظاهره قال الشيخ ردا عليه إن الحنابلة إنما تنازع في المسائل الدقيقة أما الأصول الكبار فهم متفقون عليها ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالكتاب لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبنية من الأقوال المبنية لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة والاتباع سبيل السلف الطيب ولهذا كان جميع من ينتحل السنة من طوائف الأمة وفقهائها ومتكلمها وصوفيتها ينتحلون ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل فإن هذا أمر لا بد منه في العالم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا لا بد من وقوعه وأنه لما سأل ربه أن لا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة كان منتحلا للإمام أحمد ذاكرا أنه مقتد به متبع لسبيله وقصد الشيخ رحمه الله بأصحاب أبو الحسن المنتسبين إلى السنة والجماعة من وافق أبو الحسن على رجوعه عن مذهبه الأول إلى مذهب الإمام أحمد في الصفات أما الذين بقوا على مذهب الأشعري القديم الذي رجع عنه فهؤلاء ليسوا من أهل السنة بل هم مخالفون لأهل السنة وهذا المذهب المخالف هو ما عليه الأشاعرة اليوم في العالم الإسلامي ليسوا على مذهب الأشعري الصحيح الذي رجع إليه أخيرا ثم قال الشيخ رحمه الله في رده على ابن الجوزي الوجه الثاني أن أبو الفرج متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف الوجه الثالث أن باب الإثبات ليس مختصا بالحنبلية ولا فيهم من الغلو ما في غيرهم بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في كل طائفة من الغلات في النفي والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية ووجد من مال منهم إلى نفي باطل وإثبات باطل وكان علم الإمام أحمد وأتباعه من الكمال والتمام والتمام على الوجه المشهور بين الخاص والعام من من له بالسنة وأهلها النوع إلمام وأما أهل الجهل والظلال الذين لا يعرفون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة والآراء المضطربة فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن فهم بمقادر الآئمة المخالفين لهؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان وهم في هذه الأحوال أقرب إلى الكفر منهم للإيمان تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشى في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان ولا عرف حال سلف هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة ولا عرف ما بعث الله نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والظلال والغي والرشاد وتجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة وهدات الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين والأنصار ووقيعة اليهود والنصار ومن تبعهم من منافق هذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقيعة الصابئة والمسيكين من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر مبينة للمستبصر وموعظة للمتهوك المتحير وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عصم الله يعظمون أئمة الاتحاد بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوه ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهل الحقائق ما الله به عليم هذا ابن عربي يصرح في فصوصه أن الولاية أعظم من النبوة بل أكمل من الرسالة ومن كلامه مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته وكذلك ولاية الرسول أفضل من رسالته ويجعلون ولايته حاله مع الله ورسالته حاله مع الخلق وهذا من بليغ الجهل فإن الرسول إذا خاطب الخلق وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية بل هو ولي الله في تلك الحال كما هو ولي الله في سائر أحواله فإن ولي الله ليس عدوا له في شيء من أحواله وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودع الله ونجاه وأيضا فما يقول هذا المتكلم في قول هذا المعظم يعني ابن عربي إن النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة وهو أي ابن عربي لبنتان من ذهب وفضة ويجعم أن لبنة محمد صلى الله عليه وسلم هي العلم الظاهر ولبنتاه الذهب علم الباطن والفضة علم الظاهر وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة ويصرح في فصوصه أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عنده إما شاركه فيه وبالجملة فهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه فيه في الظاهر ما هو متابعه فيه في الظاهر كما يوافق المجتهد المجتهدة والرسول الرسول فليس عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلى لا في الحقائق الخبرية ولا الحقائق الشرعية وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة